رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون استقبل 109 أعضاء جدد في مجلس العموم فازوا في انتخابات الأسبوع الماضي عن حزب المحافظين الذي يتزعمه متعهداً بالوفاء بالوعود التي كسب الحزب الانتخابات نتيجة لها وتتمثل في إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم بريكزيت بأسرع ما يمكن وزيادة تمويل هيئة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة وبعد أن حصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في الانتخابات التي أجريت يوم الخميس سيسعى جونسون للإسراع بموافقة البرلمان على الانسحاب من التكتل الأوروبي ثم يبدأ في تخصيص أموال للصحة والتعليم والشرطة كما سيستغل جونسون إمكانية الانفصال الفوري عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020 في دفع الاتحادي صوب إبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة في أقل من 11 شهرا وسيستخدم جونسون أغلبيته البرلمانية في حظر أي تمديد للفترة الانتقالية في إطار البريكزيت لما بعد عام 2020 اشتركوا في القناة